تتعدد المحطات التاريخية وتختلف الاستحقاقات الدستورية ومن بينهما تمر أحداث كثيرة سياسية واكتماعية ورياضية وثقافية تختلف في مضمونها لكنها تكتسي بألوان ثلاثة لا رابع لها إنها ألوان العلم رمز مصر ورايتها بل صوتها المرئي على مر العصور لكل دولة علم ويبقى علم مصر أقدمها عالم يسرد حكاية وطن على مدى التاريخ منذ عهد الفراعنة وحتى يومنا هذا فهو الراية التي يتسلح بها المواطن في حروبه وانتصاراته في تحدياته وفرحه فهو رمز الكرامة والهوية والوطنية والمجد وفيما يدل الناخبون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس مصر الذي سيقود البلاد خلال السنوات الست القادمة يبقى علم مصر ورايتها قاصما مشتركا لجموع المصريين خلال هذا الاستحقاق الانتخابي الأكبر والأهم وزينة شوارع وميادين أرض الكنانة فبينما تجد يدا تصوت في بطاقة الاقتراع تجد اليد الأخرى تحمل العلم لتجسد وحدة الوطن رغم تعدديته الفكرية والسياسية كما كان العلم حاضرا بقوة في مختلف العواصم والمدن الكبرى حول العالم إبان مرحلة الاقتراع بالخارج مراحل كثيرة من التطوير والتغيير مرت على علم مصر اختلفت في شكلها حتى وصل لشكله الحالي مزيج من اللون الأحمر والأبيض والأسود يسرد قصص الفداء والسلام والظلم في عصور الاستعمار ويتوسطها نسر ذهبي يتحدث عن قوة لا تنكسر وعزيمة لا تنطفئ فمن أجله تغنت مكلثوم وكتب فيه شعراء الوطن قصائدهم فارتبط العلم بالكرامة مثلما ارتبطت به الهوية هكذا يتجلى علم مصر وهكذا كتب له أن يكون إلى ما شاء الله رمز هوية مصر وعنوان كرامتها بل قصة مجد لا ينضب وعزا لا يزول